حمل رئيس زمبابوي روبرت موغابي بشدة على قتل الأسد النادر سيسيل على يد صياد أمريكي ثري مطلع تموز يوليو الماضي في إحدى المحميات المحلية معتبرا أن هذا الحيوان يمثل جزءا رئيسيا من إرث البلاد هناك مخربون يأتون من جميع أنحاء العالم بالطبع بعضهم قد يكونون مجرد زوار عاديين لكن البعض الآخر يعمدون إلى التخريب والحصول بطريقة غير شرائية وغير منتظمة على جزء من تلك الموارد لدينا وكان سيسيل وهو من الأصود المعروفة في متنزه وانجي الوطني قتل مطلع تموز يوليو بسهم أطلقه طبيب الأسنان الأمريكي الثري وولتر بالمر خلال رحلة صيد بعد دفعه لشركة محلية متخصصة مبلغ 50 ألف دولار للقضاء على الحيوان وأثار قتل الأسد سيسيل موجة استنكارن عارمة في العالم خصوصا لأن هذا الحيوان كان موضع متابعة دقيقة في إطار برنامج للبحوث العلمية شكرا